هذا ويحتفل الشعب الهندي في السادس والعشرين من يناير من كل عام بيوم الجمهورية حيث تم فيه تفعيل العمل بالدستور هذا ويعتبر اليوم الجمهوري واحدا من أبرز أعياد الهند الوطنية حيث تستمر العروض لثلاثة أيام بمشاركة العديد من فرق الرقص الوطنية وتتابعها حشود الجماهير السادس والعشرون من يناير من عام 1950 يوم الجمهورية يوم انفاصل بالتأكيد في حياة الشعب الهندي تم فيه تفعيل العمل بدستور يكرس الهند جمهورية جاءت دباجة الدستور تحمل أربعة أهداف هي العدالة والحرية والمساواة وإنهاء الكراهية وبدء عهد جديد من الإخاء يحتفل الشعب الهندي في هذا اليوم من كل عام بيوم الجمهورية الذي يعكس أن الهند التي تحتضن على أرضها أعراقا وديانات مختلفة ينصهر فيها الجميع في بوطقة واحدة تحت راية الوطن يعتبر اليوم الجمهوري واحدا من أعياد الهند الوطنية الثلاث وهي يوم الاستقلال عن بريطانيا في الخامس عشر من أغسطس من عام 1947 ويوم غندي والذي يوافق ميلاد المهاتمة غندي في الثاني من أكتوبر من عام 1869 وتمتزق المناسبات الثلاث لتشكل مسيرة كفاح ونضال من أجل الحرية الحكومة الهندية تبدل الكثير من الجهد في كل عام لتنظيم الاحتفالات التي تحدث في هذا اليوم الوطني بإقامة عروض عسكرية كبيرة في نيو ديلهي وعواصم الولايات الهندية تصديف الهند منذ عام 1950 رئيس دولة أو حكومة بلد آخر كضيف شرف للدولة لاحتفالات عيد الجمهورية في نيو ديلهي ولا تقتصر الاحتفالات على يوم واحد بل تستمر العروض لثلاثة أيام بمشاركة العديد من فرق الرقص الوطنية وتتابعها حشود الجماهير